اشتركوا في القناة وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم الثلاثة الثالث والعشرين من شهر صفر من عام واحدٍ وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم نستأنف الدروس العلمية في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأي وفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة إنه جوادٌ كريم نعم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم حسبك كلام المصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين غفر الله لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة والصامتة وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لا يليق بجلاله وأنها قانتة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار حكمته ولهذا قال وهو العزيز الحكيم فهذا فيه بيان عموم افتقال المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جميع أحوالها وعموم عزته وقهره للأشياء كلها وعموم حكمته في خلقه وأمره ثم أخبر عن عموم ملكه فقال له ملك السماوات والأرض يحي ويميت أي هو الخالق لذلك الرازق المدبر لها بقدرته وهو على كل شيء قدير لا زال الحديث في تفسير سورة الحديد في أول آياتها بقي أن نشير فيما يتعلق بالمقدمات عن السورة في ثلاثة عناصر الأول مقاصد سورة الحديد ثانياً ما ورد في فضلها من الأحاديث الشريفة والآثار المنيفة ثالثاً مناسبة سورة الحديد لما قبلها وكل هذه الموضوعات موضوعات مهمة يحتاجها المسلم وطالب العلم ولا سيما المعني بتفسير القرآن العظيم العنصر الأول مقاصد سورة الحديد وهنا لا بد من التأكيد في مدخل عام على أهمية معرفة مقاصد السور يعني ما تقصد إليه الأهداف التي ترمي إليها هذه السورة هناك مقاصد عامة وهناك مقاصد خاصة بكل سورة وهناك أيضاً الفرق بين مقاصد السور المكية ومقاصد السور المدنية عموماً المقصد العام من سور القرآن العظيم العناية بالعقيدة توحيد الله عز وجل الإيمان به بعث الهمم وتحريك القلوب في أن تقدر الله حق قدره فتعبده وتنيب إليه وتفرده بالعبادة وتخلص الدين له هذا يكاد القرآن العظيم كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم الإمام العلامة بن القيم رحمه الله أن القرآن كله توحيد وأن القرآن كله مجتمع في سورة الفاتحة سبع المثاني والقرآن العظيم وأن سورة الفاتحة مجتملة ومجتمعة في آية واحدة إياك نعبد وإياك نستعب هذا هو المقصد العام من سور القرآن الكريم حتى القرآن المدني فيه العناية بالعقيدة والتوحيد مع التوسع في جانب التشريع وهناك مقاصد خاصة لكل سورة فمثلاً سورة الحديد هنا مقصدها العام ومقصدها الخاص مقصدها العام جاء في سبعة أمور مقصدها العام جاء في سبعة أمور الأول التوحيد وافتتحت بالتسبيح سبح لله يعني نزهه كل من في السماوات والأرض بل كل ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه له ملك السماوات والأرض إلى أن تستمر الآيات إلى تسع آيات من صدر سورة الحديد كلها في التسبيح والتحميل وتوحيد الله عز وجل وإثبات الملك له وأنه المتصرف وحده في الكون كله وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه آمنوا بالله ورسوله ثم بعد ذلك جاءت المقاصد الأخرى اثنين من مقاصد سورة الحديد العامة إثبات توحيد الأسماء والصفات إثبات توحيد الأسماء والصفات الأول في التوحيد كله والتنزيه لله عز وجل من جميع المخلوقات في الأرض والسماوات والثاني تنزيه الحق سبحانه جل وعلا في ذاته وفي صفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه ثبات الصفات وتوحيد الأسماء والصفات الضلت به طوائف من أهل الإسلام فمنهم من عطلها والعياذ بالله وما تدل عليه من الكمال والجلال والجمال لله لله تبارك وتعالي ومنهم ومنهم من كيفها ومثلها ومثلها بصفات المخلوقين وتشبيه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك علواً كثيراً كبيراً ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأهل السنة أتباع السلف الصالح رحمهم الله آمنوا بها في إثباتها ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يعطلون وإنما يثبتونها على حقيقتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وسار على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه فلينتبه المسلم الموحد لهذه القاعدة في باب الأسماء والصفات وكذلك لا تؤول عن معانيها الظاهرة ولا عن حقائقها البين إلى مجازات أو غير ذلك المقصد الثالث العام من مقاصد سورة الحديد الأمر بجوانب من التشريع منها الإنفاق آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الصدقات وإخراجها لأن هذا متفرع عن الإيمان عن المقصدين الأولين من آمن أنفق أنفق ولهذا جمع الله بين الإيمان والإنفاق آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ثم جاء نوع من العتاب وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا انظر المبادرة بهذا العمل الجليل وكم في الإنفاق من المنافع الإنفاق الواجب سواء على الأهل والذرية والزوجة والإنفاق أيضاً الواجب في الزكوات وفي الصدقات والإنفاق التطوع إلعاب للمستحقين والناس كلهم في أعمال البر والخير للمسلمين وحتى لغير المسلمين لأن ديننا دين الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ولهذا المؤلف قلوبهم هم من غير المسلمين لتتألف قلوبهم الإيمان وتحس بمحاسن الإسلام أو المؤلف قلوبهم من عصات المسلمين ليسلكوا سبيل الطاعة الرابع ذكر المنافقين وأحوالهم ولا سيما مواقفهم في القيامة والنفاق هنا إما النفاق الاعتقادي وإما النفاق العملي النفاق الاعتقادي من يبطن الكفر والعياذ بالله ويظهر الإسلام ويقابله آيات التوحيد لأنه يقابل التوحيد نفاق أكبر اعتقادي يمس العقيدة وهناك النفاق العملي اللي هو الوقوع في بعض أعمال المنافقين كالكذب في الحديث وإخلاف المواعيد وقل أن يسلم منه الإنسان وهذا من أبواب المعاصي التي ينبغي للمسلم أن يحذرها خامساً بيان الدنيا وذمه وعز الآخرة والجنات والمبادرة إلى المساق إلى الخيرات سادساً الرسالة الرسالة والرسل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان العدل ليقوم الناس بالقسط مكانة الرسالة والمرسلين عليهم صلوات الله وسلام ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وفي المقصد الأخير العام تسليت النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أنزل إليه القرآن وفي هذا تسلية للمؤمنين أجمعين عند نزول المصائب والابتلاءات والنكبات لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد من؟ بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذه المقاصد الستة والسبعة المقاصد العامة لسورة الحديد وهذا في الحقيقة يعني أمر مهم أن يعرفه طالب علم التفسير أن يعرف مقاصد السوع بل إن هناك مؤلفات عنيت بمقاصد السوع منها كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ومنها كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور كلها عنيت بمقاصد السور ومقاصد السور منبثقة من مقاصد الدين في العقيدة ومقاصد الشريعة إما توحيد وإما تشريع في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمع المبنية أيضاً على المعتقد الصحيح ويأتي هذا في المقصد الأول وهو حفظ الدين والدين إنما يحفظ بالاعتقاد الصحيح وعدم الإشراك وهذا من جانبين كما ذكر الشاطبي رحمه الله من جانب الوجود ومن جانب العدم جانب الوجود أن توحد الله تؤمن به توجد في نفسك وقلبك اليقين في وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ثم بعد ذلك يأتي الجانب العدم عدم الشرك عدم التقرب إلى غير الله أو الذبح إلى غير الله أو الحلف بغير الله من ما يمس العقيد هذا حفظ الدين وكذلك حفظه بالوجود في العبادات إقامة الصلاة إيطاء الزكاة صوم رمضان الحج وفي جانب العدم عدم التساهل في هذه الأمور الواجهة المقصد الخاص من سورة الحديد ليس سمية سورة الحديد كما اتفقنا المقصد الخاص امتنان الله عز وجل على عباده بنعمة الحديد وهو إما رمز القوة ليتسلحوا بالقوة في قوة أنفسهم وقوة دينهم وقتال أعدائهم وإما في البناء والإعمار والتنمية لهذه الدنيا وهذا الكون وهذا ترى موقف المسلم من الدنيا الدنيا لا تذم بإطلاق الدنيا إن كانت مزرعة للآخرة فهي محمودة نعمة الدنيا للرجل الصالح الذي يزداد فيها عملا صالحا ويعمر هذا الكون بما ينميه في خدمة الدين وإعلاء كلمة الله وإعزاز الصلحة والمصلحين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدنيا لا تذم من جميع الوجوه وإن كان التوجه العام في الشريعة معرفة أن الدنيا ممر دنيا اختبار لكن ينبغي أن ننظر للدنيا نظرة اعتدهال نظرتنا للدنيا أنها إن كانت للخير يعني من طال عمره حسن عمله خيركم من طال عمره وحسن عمله ولكنها للعاصي للكافر مذمومة أما للمؤمن فهي محمودة في عباداته في إنفاقه مثلا في إعماله هذا الكون في خدمة الأوطان والمجتمعات هذا هو الذي ينبغي أن يفهم وليست الدنيا تترك لغير المسلمين يجب أن يعمر المسلمون دنياهم بالعمل الصالح بما يقرب إلى الله وأيضا وما يعين على أمر الدين والدنيا والآخرة أما أن يعتزلوا الدنيا أو يتركوها لغير المسلمين أين يوجد إذن التاجر المسلم والطبيب المسلم والمعلم المسلم والمهندس المسلم فهذا هو الأمر الذي ينبغي أيضا أن يفهمه الناس في نظرتهم إلى الدنيا نظرة اعتدال فمن غلى فيها فهو مذمو ومن جفى عنها فهو كذلك والوسط هو الحق بين ذلك هذه ما يتعلق بمقاصد سورة الحديث فضائلها هل ورد في فضلها أحاديث القاعدة قاعدة الكبرى في فضائل السور في فضائل السور أو في الأحاديث التي تأتي في فضائل السور أنه دخلها كثير من الأحاديث الضعيفة بل هل موضوع فليتنبه المسلم يعني كثير من الناس عنده لكل سورة فضل وأحاديث وآثاء دون التمييز بين صحيحها وضعيفها نعم ورد هناك حديث صحيحة في فضائل سور من القرآن كسورة الفاتحة سورة البقرة آل عمران سورة الإخلاص سورة الكافرون قراءتها في ركعته الطواف لما تجتمل عليه من التوحيد والإخلاص وسورة الملك وهكذا في سور ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها أو الحسنة كسورة الكاف مثلا وقراءتها في يوم الجمعة على خلاف بين أهل العلم في ذلك وهناك سور كثيرة دخلتها الأحاديث الضعيف وممن عني بذلك الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله في إبراز فضائل السور وله كتاب خاص في ذلك اسمه فضائل القرآن وعني بتمييز الأحاديث في ذلك سورة الحديد ورد فيها بعض الأحاديث لنقف عند بعضها بعضها ذكر بعض المفسرين أنه يستحب قراءة قراءة صدر سورة الحديد في الصلاوات الجهرية إلى قوله تعالى والله بما تعملون بصير الدليل الدليل ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم بسورة الإخلاص ماشي حديث عائشة عند البخاري ومسلم في بيان فضل سورة الإخلاص طيب نحن في سورة الحديد قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك قال لأن فيها صفة الرحمن أو لأنها صفة الرحمن قل هو الله أحب الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوف ونح سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الرحمن سورة الإخلاص قال الرجل الصحابي وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أخذ أهل العلم من ذلك أن السور التي فيها الإخلاص فيها التسبيح فيها التوحيد فيها التنزيه لله يستحب قراءتها قياساً على ما ورد في سورة الإخلاص وهذا كلام نفيس رجحه المحققون من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السادس الصفحة الثالثة والثامنة ثلاثمائة ثمان وعشرين وهذا يقتضي أنما كان صفة من الآيات أو السور فإنه يستحب قراءته والله يحب ذلك ويحب من يحب ذلك ولا خلاف بين المسلمين في استحباب قراءة آيات الصفات في الصلافات الجهرية التي يسمعها العام وغيره بل بسم الله الرحمن الرحيم من آيات الصفات قال رحمه الله وكذلك أول سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلى قوله والله بما تعملون بصير هي من آيات الصفات وكذلك آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلاه عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلاه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركه هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا يزار الأئمة يقرؤونها إلى اليوم من قرأها قاصدا تعظيم الله والإشادة بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلع وما تدل عليه من الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى فإن ذلك يجعلها مستحبة بنيته وقصده العظيم وقد يقول قائل القراءة توقيفية لا نقول إن ليس بالضرورة أن تكون توقيفية بمعنى أن يقرأ الإمام كلما قرأوا النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الأمر مفتوح للإمام فاقرأوا ما تيسر منه فذكر بالقرآن من يخاف وعي يستحب نعم قراءة السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها وذلك في صلاة الفجر صلاة المغرب صلاة العشاء وعدم الإطالة على المصلين وعدم المشقة عليهم لكنه لا يمنع من التلوية نعم ورد في قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم ورد فيها أنها علاج للوسوسة وذلك فيما رواه أبو داود رحمه الله والبيهق بسند حسن عن أبي زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله ما أتكلم فيه وسوسة في العقيدة يعني يمكن حتى يجي من من خلق الله قال أشيء من شك قال وضحك قال ابن عباس رضي الله عنه ما نجى من ذلك قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال فإذا وجدت شيئا من ذلك فقرأ هو الأول والآخر والباطن والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ممن خرجه الحافظ بن حجر رحمه الله وحسنه الشيخ الألبان وجه الدلال من الحديث أنه علاج للوسوسة وهي ما ينقضح في الخواطر وما أكثر الوسوسة اليوم عند كثير من الناس وهذا من ضعف الإيمان واستيلاء الشيطان على القلوب لا سيما في الاعتقاد أما في الوضو وفي الصلوات فهي وإن كانت خطيرة إلا أنها أخف مما يرد في الاعتقاد وقد بوّب على ذلك أبو داود رحمه الله باب في رد الوسوسة وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك البيهقي باب ما يقول في رد الوسوسة ولا شك أن الوسوسة داء خطير على المسلم أن يحرص على رده ولا يسترسل مع الوسوسة لأنه قد يجر العياذ بالله إلى الأمراض النفسية التي تصد المسلم عن الاعتقاد الصحيح بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العلي وقد أبان العلماء خطر الوسوسة شيخ الإسلام رحمه الله أشار إليها في الجزء الثاني والعشرين من مجموع الفتاوى والإمام بن القيم رحمه الله له كتاب في ذنب الوسوسة والموسوسين وفي كتابه القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ثالثا من أوجه فضائلها أنها من السور التي تسمى المسبحات فيه نوع من سور القرآن يسمى المسبحات وهن السور المفتتحة بالتسبيح وهي سبع وتنقسم إلى ثلاثة أقسى تسبيح بالفعل الماضي سبح لله ومنها السورة التي معنا وسورة الحشر سبح لله وسورة الصف سبح لله وفيه الصيغة الثانية التسبيح بصيغة المضارع ليدل على الاستمرار والتكرار كما في سورة التغاب يسبح لله ما في السماوات وما في السماوات في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحقيق النوع الثالث التسبيح بصيغة الأمر سبح ها أي سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى إذن السورة المسبحة هي سبع تبدأ بالحشر مش بعد الحشر الممتحنة فيها تسبيح لا جين الصف ثم الجمعة التغاب ها يلا يا شباب حافظ القرآن سبح اسم ربك الأعلى يسبح لله في الجمعة والتغاب طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنساء وغيرهم عن العرباض ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد ست أو سب ويقول إن فيهن آية أفضل من ألف آية في هذه المسبحات وبوّب عليه وبوّب عليه أبو داود في السنة باب ما يقال عند النوم والترمذي باب ما جاء في من يقرأ القرآن عند المنام قوله يقرأ بالمسبحات هي ست نعيدها الحديد الحشر الصف الجمعة التغاب الأعلى هذه سور المسبحات على أنواع التسبيح الثلاثة بصيغة الماضي بصيغة المضارع بصيغة الأمر والمقصود بالمسبحات التي صدرها وافتتاحها بالتسبيح طيب نسينا سبحان سورة سبحان الذي أسرى بعبده تسمى سورة سبحان سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل هي أيضا عدوها من المسبحات فتكون المسبحات سبعا طيب سبحان هذه صيغة أمر ولا مضارع ولا ماضي هذا نوع من المصادر والأفعال التي تأتي على طريقة المصدر يعني فعل المصدر أو اسم المصدر سبح يسبح سبحان أو تسبيحا قوله فيهن آية أفضل من ألف آية وقد اختلف العلماء ما هذه الآية فمنهم من قال إنها الآية في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والبعض عن ألف آية وقيل إنها أواخر سورة الحشر وعلى كل حال قد اختلف أهل العلم في تعيينها فالحافظ بن كثير رحمه الله يرى أن المقصود بها آية الحديد هو الأول والآخر والظاهر والبعض ويرى بعض المفسرين ومنهم السندي في حاشيته على مسند على مسند الإمام أحمد أنها في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلاه الملك القدوس السلام وأي كان معناها فكلا الآيات آيات عظيمة بل كل الآيات في الصفات آيات عظيمة وكان يبهمها عليه الصلاة والسلام يقول قطعة قطعة في المسبحات أفضل من ألف آية ترغيبا لهم في قراءة الكل كما تبهم ليلة القدر لتقام ليالي الكل من العشر لكن أهل العلم من المحققين والمحدثين ذكروا أن هذا الحديث فيه ضعف حديث المسبحات حديث لا ينهض ولا يصح لا سيما قراءة المسبحات عند النوم لأن اللي ورد عند النوم آية الكرسي والمعوذتين وهذا الإسناد ضعيف لثلاث علال وجه ضعفه ثلاث علال فيه الأول أن في رواته بقية عن بجير عن خالد بن معدان وبقية كما ذكر الحافظ ابن حجر يدلس تدليس التسوية ومثله يحتاج إلى تصريح بالتحديث في جميع طابقات الإسناد وهو ما لم يحدث ولهذا قال الشوكان رحمه الله في فتح القدير وفي إسناده بقية ابن الوليد وفيه مقال معروف العلة العلة الثانية أن في سنده جهالة فعبد الله ابن أبي بلال لم يروي عنه غير خالد بن معدان ولم يوثقه ابن حبان فيه فيه مجهولاً فيه العلة الثالثة أن الحديث مرسل مرسل عند النساء في الكبرى يعني سقط فيه الصحابي المرسل ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله واختلف في وصله وإرساله فأخرجه النساء من وجه آخر عن خالد بن معدان فلم يذكر العرباض ابن سارية وروايته أثبت من الذي قبله فتبين أن الحديث ضعيف وذكر بعض المفسري منهم ابن عطية وابن جزين والسيوط والثعالبي والطاهر ابن عاشور أن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال إن اسم الله الأعظم هو في ست آيات من سورة الحديد نوقش من وجهي الوجه الأول أن قول ابن عباس لم يثبت لم يثبت عنه فلم يوقف له على سند صحيح هكذا ذكر ابن عطية وابن جزي والثعالبي والسيوط والطاهر ابن عاشور رحمهم الله تعالى ولجه الثاني مما يدل على ضعفه أنه يخالف ما ذكر عن ابن عباس نفسه أن اسم الله الأعظم في آيات سورة الحشر وليست في آيات سورة الحديد فيكون إن أفضل آية في المسبحات والتي فيها اسم الله الأعظم في أواخر سورة الحشر أقوى من أوائل سورة الحديد والعلم عند الله تعالى بقي العنصر الأخير مناسبة سورة الحديد لما قبلها اللي قبلها أي سورة سورة الواقعة وآخر آية من سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم وأول آية من سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض واضح التناسب ولا مبواضة جداً واضح هناك ختمت الآية بالأمر بالتسبيح وهنا افتتحت السورة بالأمر بالتسبيح وذلك لمكانة التسبيح إذن سورة الواقعة ختمت بالتسبيح وسورة الحديد بدأت به هذا فيما يتعلق بعجز سورة الواقعة هو صدر سورة الحديد حتى في الركوع إذا قرأ الإمام في أواخر سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم يركع سبحان ربي العظيم تناسب يثبت عظمة الله وأهمية تسبيحه وتنزيه جل فعله ومن الأوجه في مناسبة آخر سورة الحديد آخر سورة الواقعة لأول سورة الحديد أن أول سورة الحديد أيضا جاء في كأنه جاء في موقع العلة يعني تعليل بداية سورة الحديد تعليل لنهاية سورة الواقعة لأنه أمر بالتسبيح وتسبيح الله العظيم ثم أمر بصيغة التسبيح بفعل الماضي بعد الذي يدل على القدم والأزلية في تسبيح الله عز وجل مع الاستمرارية والتأكيد فكأنه قال سبح باسم ربك العظيم لتنشط مثلا في القيام بالدعوة لتنشط لتقوم بالرسالة لتوحد الله لتنزهه فجاء الأمر بالتسبيح في سورة الحديد كأنه علة لهذا الأمر فسبح باسم ربك العظيم ثم أخبر أن التسبيح ليس لك أنت يا محمد فسبح باسم ربك العظيم أو التالي للقرآن وإنما الكون كله في أرضه وسمائه وما الموصولة الموصولة يعني الذي الدال على العموم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذا أيضا وجه من أوجه المناسبة وأيضا وجه ثالث أن سورة الحديد وما ذكر فيها من مقاصد قريبة من مقاصد سورة الحديد التي ذكرناها في التوحيد والمقاصد العامة بيد أن سورة الحديد تختص بالمقصد الخاص وفيه كتاب يفيدكم في هذا اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي رحمه الله المتوفى سنة خمس ثمانين وثمان مئة للهجرة الإمام البقاعي يعنى بتناسب السور مناسبة هذه السور لما قبلها مناسبة عجز السور لصدر السور التي تليه وكذلك الزركشي رحمه الله في البرهان في علوم القرآن قال وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها ثم هو يخفى تاره ويظهر أخرى يعني إما يحتاج لتأمن كما في بعض السور وإما يحتاج ما لا يحتاج يعني ظاهر مثل ما هو معنا في سورة الواقعة الأمر بالتسبيح وفي سورة الحديد أيضا ذكر التسبيح وأن في تسبيح الواقعة وتسبيح الحديد عموم وخصوص فسبح يا محمد باسم ربك العظيم ثم ذكر عموم الكون وأنه يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ولهذا يسنن المسلم أن يكون دائما التسبيح ويقرأ المسبحات والإمام يذكر بها المصلين والأبو في أبنائه والأستاذ في طلابه لا سيما من يدرسون القرآن الكريم والعلوم الشرعية بل والعلوم الكونية كل الهندسة والطب والجيولوجيا والطيران وكل شيء وعلم الفضاء كله تسبيح لمن وحد وآمن وجعل هذه العلوم وسيلة لتحقيق الإيمان بالله وإفراده بالعبادة وحده دون سواه حديث جابر معك الكتاب نعم قال الإمام الحافظ المقدسي في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب المواقيت الحديث ثالث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس اشتداد الحر ولا ينافي أنه أحياناً يبرد بالظهر عند شدة الحر كما قال أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ثم ذكر الوقت الثاني وهو وقت صلاة العصر قال جابر رضي الله عنه والعصر يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر أو يصلي صلاة العصر والشمس نقية يبين لنا جابر بن عبد الله الوقت الذي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم العصر والشمس نقية أولاً ما المراد بالعصر العصر في أصل اللغة الدهر العصر الدهر ومنه قوله تعالى والعصر قال بعض المفسرين العصر الدهر أقسم تبارك وتعالى بالعصر وهو الدهر هذا القول الأول في المراد بالعصر والقول الثاني في المراد بالعصر أنه الوقت من اليوم المعروف بالعصر كما عرف الظهر يعرف العصر يعرف وقت المغرب يعرف وقت العشاء يعرف وقت الفجر فالعصر الوقت من اليوم الذي يبدأ بانتهاء وقت الظهر حينما يكون ظل الشيء مثله أو مثليه العصر حينما يكون ظل الشيء مثليه وتنتهي العصر صلاة العصر على غروب الشمس على خلاف بين الفقهاء والمحدثين سيأتي بيانه لكن إذن وقت العصر وقت صلاة العصر من مثلا تقول الآن ثلاث ونص مثلا وخمس يبدأ من أذان العصر يبدأ وقت العصر إلى غروب الشمس يسمونها العصر والعصير في الأخير يعني خلاص الحق الصلاة يقولون ترى ما بقى إلا العصير يعني لا تأخرها عن آخر وقتها ومن معاني العصر أنه العشي أنه الوقت من الغداة والعشي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا صلاة العشي تبدأ بصلاة العصر إذن هذا القول الثالث القول الرابح حفظكم الله أن العصر الليل أو النهار ليه قلنا الليل أو النهار لأننا قلنا قبل أنه جزء من الوقت فهو جزء من وقت الليل كما نقول مثلاً للغدا أو العشي وجزء من وقت النهار لأنه يكون في آخر النهار النهار ولهذا من معانيه العصر العصر يعني كأن الوقت عصر ما بقي فيه إلا قليله في النهار من عصر الشيء إذا ضغط أو أخر وفعلاً العصر هو آخر النهار وبعض المذاهب الإسلامية الذين يصلون صلاة العصر في آخر الوقت يعني حياناً يبقى على المغرب نصف ساعة يؤخرونها هذا فعلاً عندهم العصر من التأخير وهو تأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها وفي العصر ثلاث لغات العصر يقال صلاة العصر على وزن فعل قفل عصر بضم العين وإسكان الصاد ويقال صلاة العصر بضم الأولى والثانية مثل عنق وفعل واللغة الثالثة صلاة العصر والجمع جمع عصر وعصر جمعه أعصر وأعصار وعصور وعصور أربعة أنواع من الجمع هذا في المعنى معنى العصر وعرفنا ما فيه أقرب الأوقات هنا التي يدل عليها حديث جابر هممكن تقول المراد هنا صلاة الدهر إذن المراد الوقت من اليوم وهو وقت العصر العصر الوقت من اليوم الذي يبدأ مثلا في منتصف النهار أو إلى آخره من ثلثيه من يعني بعد زوال الشمس تماما وانتهاءها صلاة الظهر وكون ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس هذا هو الوقت هذا وقت الأصل وهذا الذي يدل علي حديث جابر ليس المراد في حديث جابر الدهر وقد يراد به العشي والوقت من اليوم ولا يراد به الليل و النهار وإنما جزء من النهار لماذا سمي الصلاة العصر بصلاة العصر وفي العصر أيضا في وقت الصلاة العصر تذكير وتأنيف فتقول حان العصر وحانة العصر حان العصر يعني الوقت وحانة العصر أي الصلاة سبب تسميتها بالعصر قولاني للمحدثين القول الأول أنها سميت العصر لتعصر تضغط تؤخر في آخر الوقت وهذا ما ذهب إليه الدار قطني ورواه عن سعيد بن جبير وأبي قلاب ومحمد بن الحنفية وطاوس رحمهم الله تعالى أن سببها من العصر وهو التأخير ولهذا هؤلاء العلماء يرون استحباب تأخيرها تأخير العصر في عصر الوقت آخره وإليه ذهب الحنفية ومحمد بن حسن من الحنفية وأبو يوسف ولهذا أكثر مذهب الحنفية يعني لو تروح لبعض البلدان التي يعني تتمذهب بالمذهب الحنفية ما هي أذن العصر إلا قبل الغروب بساعة لا ربع أو ساعة كذا يا أي وقد ذهبنا إليهم وصلينا معهم وهذا من سماحة الإسلام لا تشدد في الأوقات ولا تتعصب لمذهب وإن كان الأفضل كما سيأتينا الآن القول الثاني في سبب تسمية العصر بالعصر أنه الوقت من اليوم الوقت من اليوم الذي يبدأ ب انتهاء الزوال انتهاء وقت صلاة الظهر وبداية كون ظل كل شيء مثلي وهو وقت العشي إلى حمرار الشمس حمرارها حمرارها قبل صفرارها شف الشمس شمس لها ثلاثة يعني ثلاث 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 صفات إما أن تكون بيضاء ولهذا قال جابر والشمس نقية وإما أن تحمر يعني في وسط الوقت وإما أن تصفر وهو آخر الوقت في العصر أو يقولون إلى حمرار الشمس لأنه الاصفرار بداية وقت المغرب والشفق وكون العصر هو الوقت هذا المحدد من اليوم قول جمهور أهل لي من المالكية والشافعية والحنابلة لأنهم رحمهم الله يرون الصلاة للعصر في أول وقتها استنادا لحديث جابر كان يصلي العصر والشمس نقية قال ابن سيدة والعصر العشي إلى حمرار الشمس وصلاة العصر مضافة إلى ذلك الوقت وهو وقت العشي إلى احمرار الشمس إذن وقت العصر تبين لنا أن له أول وله أوسط وله آخر أوله إذا وجب أول الوقت في أول وقت العصر ثم بعد ذلك يمكن بنصف ساعة إلى ساعة وسطه ثم من الساعة والنصف إلى قبيل الغروب وهو يعني وقت حمرار الشمس يكون آخر الوقت أخذ وقت العصر اضبط في الساعة إذا دخلت العصر ثلاث ونص وأذن المغرب مثلا يعني ست إلى ثلث مثلا خمس نص خمس قسم هذا إلى الأثلاث يطلع لك الأول والثاني والثالث مثل ثلاث ثلاث بعض الناس يحرج مثلا ويكثر السؤال متى يبدأ ثلث للآخر هذه على ما قال العوام ما تبي لهم طوع قسم الوقت أنت وتعرف الثلث الأخير وهذا يختلف من وقت الشتاء إلى وقت الصيف وش الراجح من قولي العلماء في وقت صلاة العصر هل هو العصر من العصر وهو الضغط والتأخير أو الوقت المحدد من أول وقت العشي إلى إحمرار الشمس وهو قول الجمهور أهل العلم إذن هو القول الثاني الراجح أنه القول الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم والقول الأول إنما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى ما الذي ما الدليل على أن القول الثاني هو الراجح أول الحديث جابر رضي الله عنه كان يصلي العصر والشمس نقية يعني بيضاء صافية بل إن بعض الأوقات الشمس تكون حارة حتى في العصر في الصيف إذن هذا الدليل الأول على هذا الترجيح الدليل الثاني لأنه لابد إذا قلت الراجح ما أنا أرجح على حنبلي على أني حنبلي ولا أنت شافي على أنك شافع ولا حنفي على أن حنفي ولا مالكي على أنه مالك لا حينما يأتي الترجيح تذكر المبررات يسميه العلماء وجه الترجيح النظر إلى أقوى الحجج وأقربها إلى اللغة إلى القرآن إلى السنة مع احترامنا لاجتهاد العلماء جميعا وعدم التشديد في ذلك ومن أوجه ترجيح القول الثاني أنه هو دلالة اللغة وهو الحقيقة اللغوية والحقائق ثلاثة أنواع حقيقة لغوية دلت عليها اللغة حقيقة شرعية دل عليها الشرع واستفيدت من اللغة والثالثة حقيقة عرفية تعارف الناس عليها وليس في اللغة والشرع ما يمنع منها كالدابة مثلا الوجه الثالث من أوجه ترجيح قول جمهور أهل العلم أن به قال أكثر العلماء وإن كان هذا ليس مرجحا مطلقا لكن أكثر العلماء هنا بنوا ذلك على قوة الدليل وسلامة اللغة والتعليل ومن أوجه ترجيحه أن العلماء الذين قالوا بتسمية العصر بأنه التأخير قد تعلقوا بالاشتقاق اشتقاق اللغوي فقط ورأوا أن العصر مشتق من العصر وهو التأخير فعلقوا الأمر بالاشتقاق وتعليق الأمر بالاشتقاق وحده عند العلماء مرجوح إذ لا بد في التعلق مع الاشتقاق وهو اللغة التعلق بصحة الحديث وأيضاً وأيضاً حسنه وأيضاً قوة الدليل والنظر إلى ما كان عليه دوام الحال وأكثره من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ذكروا ذلك ومنهم جابر رضي الله عنه في هذا الحديث ثم لو نظرنا إلى الاشتقاق فقط لقلنا أيضاً إن العصر مشتق من العصر وهو الدهر ولا وجه له هنا لأننا نتحدث عن وقت اليوم وهو وقت صلاة العصر وهو وقت الغداة والعشي والعصر أيضاً الليل والنهار ولهذا قيل لصلاة الصبح وصلاة العصر أنهما صلاة العصرين ما هما صلاة العصرين صلاة البصر هذه نبي نجيها في الدرس القادم نبي نجيها في الدرس القادم بس إنكم اكتشفتوا أنها يمكن يعني ما صالت صلاة الظهر ولا صارت صلاة العصر يمكن تكون غيرها ستسأل فيها إن شاء الله في الدرس القادم حينما يأتي تسميتها لكن خلاص خذ خيارات إنها ما هي الظهر ولا هي أيضاً العصر لكن هناك صلاتان تسميان صلاة العصرين وأهل اللغة دائماً عندهم هذا الدمج والتركيب فيقولون مثلاً يقولون مثلاً الأسودين تمر والماء الحي هو العقرب العمارين أبو بكر وعمر العصرين الفجر والعصر وليست الظهر والعصر لأنهما تسميان الظهران الظهران الظهر والعصر ورد في حديث عند ابن حبان وأحمد وأبي داود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظ على العصرين يعني الفجر والعصر لأنهما من الليل والنهار الغداء والعشي وما كانت من لغتنا هذا يقوله الصحابي الجليل فقلت وما العصران قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها يعني الفجر والعصر وترجم عليه بن حبان في صحيحه فقال ذكر البيان بأن الأمر بالمحافظة على العصرين إنما هو أمر تأكيد عليهما بين الصلوات لأنهما لا يجزيان عن الكل أن لصلي العصرين يكفيه ولهذا جاءت المحافظة عليهم من باب التأكيد حافظوا على الصلوات والصلاة العسنى من صل البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر وأنا له أن يدخل الجنة وهو لا يصلي إلا وقتين ويترك ثلاثة أوقات فإذا هذا اسلوب التأكيد وفعلا الصلوات تختلف في مدى تأكيدها أشد الصلاة على المنافقين صلاة العشا وصلاة الفجر فدل على التأكيد عليهما وهكذا إذن صلاة العصرين هما أي الفجر والعصر لا أنهما الظهرين الظهر والعصر لأن هذا تسمى صلاة الظهرين ما هما الظهرين طيب البردين الفجر والعصر من أوجه ترجيح قول الجمهور وأنه الوقت السنة العملية متى صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر قال جابر والعصر والشمس نقية فهل الأفضل أن تصلى والشمس نقية أو أن تؤخر والعجيب أن الذين يؤخرونها في آخر هم على التأخير دائما هذه السنة العملية ولو أنهم يعني فهموا السنة العملية على الوجه وكان لهم عناية بالسنة في تطبيقها على الأقل غايروا بين الأوقات فأحيانا وأحيانا أن السنة العملية أثبتت التعجيل بالعصر فكيف تؤخر على سبيل الدوام وهذا ما يعارض القول الأول الذي ذهب إليه بعض الحنفية أو الحنفية بعامتهم ولهذا قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وهو من الحنفية فأخبر أبو قلابة أن نسمع هذا إنما إنما هو لأن سبيلها أن تُعصر يعني تؤخر وهذا الذي استحببناه من تأخير العصر من غير أن يكون ذلك إلى وقت قد تغيرت فيه الشمس أو دخلتها صفرة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن رحمهم الله تعالى إذن تضح لدينا أن الراجح في تسمية صلاة العصر أنه الوقت المعلوم من اليوم من العشي إلى حمرار الشمس وأن الأرجح في صلاة العصر أن تعجل لحديث جابه والشمس نقية صافية بيضاء لم تخالطها حمر ولا صفرة يعني لا تؤخر ما سبب تسمية الفجر والعصر بالعصرين قولين لأهل العلم أو قولان لأهل العلم لأنهما يقعان في طرفي العصرين وهم الليل والنهار فالفجر في أول النهار والمغرب في أول الليل فسميت بالعصرين وهما سميت بالعصرين الفجر والعصر وهذا من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال يعني أن تحل صلاة الفجر والعصر في وقت العصر ووقت الفجر والقول الثاني أن العرب قد تحمل الإسمين على مسمى واحد كما تقول العمرين والأسودين والقمرين للشمس والقمر تقول العصرين للفجر والعصر فعلى هذا القول غلب العصر على الفجر ليش ما قلنا الفجرين ما يناسب لأن الفجر وقت محدد بينما العصر يمكن أن يكون الدهر يمكن أن يكون الوقت من الليل والنهار يمكن أن يكون العشي يمكن أن يكون الليل أو النهار بينما الفجر لا محدود هذا ما جعلنا ما نسمي الفجرين لأن العبرة بالغالب مثل الأسودين واحد أسود واحد أبيض ومع هذا غلب جانب التامر لأنه غذى ومشبع وخذ على ذلك وقس على ذلك إذن لأن رعاية العصر أشد الاهتمام بصلاة العصر أشد من حيث اشتغال الناس بمصالحهم ولهذا تلقى بعض الناس ينام عن صلاة العصر يمكن الفجر قد ينام ينام عنها لكنه لو نام مبكرا تدارك بينما يمكن بعض الناس يخرج من الدوام بعضهم يتغدى وينام ويترك العصر لأنها أشد فلهذا يجب الاهتمام بها والمحافظة عليها أكثر بل جاء إفرادها بالمحافظة حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى والوسطى في قول جمهور المفسرين أنها العصر وأيضاً من الأوجه لزيادة فضل صلاة العصر لأنها الوسطى والغالب في التغليب مراعاة الأفضل والأشرف والأكمل والأولى ورجحه ابن الأثير الجزر وابن العطار والسيوط رحمهم الله تعالى مع أن ذلك نوقش نوقش أن الدعاء التغليب يعني في قولنا العصران الغدات والعشي واقعة في نفس العصرين أن ذلك محل لظر وقد ناقش ذلك ابن حبان رحمهم الله والإمام الخطابي لكن هذا هو القول الراجح وقل أن يسلم قول من مناقشها قلنا أن صلاة العصر يدخلها التأنيث والتذكير أسماء صلاة العصر أربعة أربعة أسماء وهو الأخير الإسم الأول صلاة العصر دليله حديث جابر والعصر والشمس نقية أثنين أنها تسمى صلاة العشي لأنها تصلى عشية ولهذا فالعصر يطلق على العشي إلى حمرار الشمس وهو آخر ساعات النهار كما يطلق آخر النهار على الصلاة العصر على الصلاة التي تؤدى آخر النهار ويدل عليه ما رواه البخاري في حديث سجود السهو قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وقد وقع السهو في صلاة العصر هذا يدل على أن المراد بصلاة العصر صلاة العشي وأن صلاة العشي من أسماء صلاة العصر والنوع الثالث البرد قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبرد الصبح والعصر الفجر والعصر البردان قال ابن حبان في الصحيح ذكر تسمية النبي صلى الله عليه وسلم العصر والصبح بردين ويسمى البرد من برودة من برودة الجو يعني صلاة العصر أبرد قطعا من صلاة الظهر يعني البرد وقت ميل الجو إلى البرودة لأن الظهر يصلى باشتداد الحر فيسمى العصر صلاة البرد صلاة العشي صلاة العصر وسبب تسميتها بالبرد أنها تفعل في وقت برود النهار يعني كونه باردا والفجر والعصر بردان لأنهما في طرفا في طرفي عفوا في طرفي الليل والنهار حين يطيب الهواء ولهذا تأتي نسمات في الفجر تأتي نسمات في العصر ويأتي الظهر فيه مثلا سموم فيدل على أنه برد أبرد يطيب الهواء تذهب ثورة الحر يعني شدته قال الحافظ بن رجب رحمه الله لأنهما يصليان في برد النهار من أوله وآخره رابعا من أسماء صلاة العصر الصلاة الوسطى قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال جمهور المفسرين قال جمهور المفسرين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقيل الفجر وقيل غير ذلك لكن الصواب أنها صلاة وهي فعلا وسطى من حيث الوقت حيث الوقت وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل والصلاة الوسطى زمان وأيضا مكان وحتى في البرد والحر وشدة الشمس وبرودتها ونقائها وحمرارها هي في الوسط بين ذلك كله ومن أدلة تسميتها الصلاة الوسطى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال شغلون يعني الكفار والأحزاب يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا وفي مسند أحمد بإسناد صحيح قال فعرفنا يومئذ أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ولهذا لا يجتهد والنص موجود وفي معناه أحاديث كثيرة قال الترمذي رحمه الله وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقال ابن قدامة وابن قدامة رحمه الله معني أيضا بالتحقيق وله كتب له كتب أربعة فيها ما هو على مذهب الحنابلة وفيه ما هو على المذهب كلها ويسمى الفقه المقارن أولها كتاب العمدة وهو أخصرها والعمدة يعني المعتمد في مذهب الحنابلة والثاني حفظكم الله ما هو يلا يا معشر طلبة العلم المقنع والثالث ها الكافي أحسنت والرابع المغني قال الصرصري رحمه الله كفى الخلق بالكافي كفى الخلق بالكافي يعني الكافي يكفيك في الفقه كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته يعني عمدة الفقه من يعتمدها يحصلي هذه كتب كتب الموفق رحمه الله وهنا يقول في المغني في الفقه المقارن وهذا نص في الصلاة الوسطى لا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة قال قال الإمام أحمد تواطأت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وقال أيضا أكثر الأحاديث على أنها صلاة العصر وخرج فيها نحوا من مئة وعشرين حديثا كلها تنص على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر كتبنا الله وإياكم من المحافظين على صلواتنا والصلاة الوسطى وصلاة العصرين في أوقاتها وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأصلح أحوال المسلمين وغفر لنا ولكم ولوالدين ولجميع المسلمين ووفق ولاة أمرنا لكل خير إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته